السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد هنتكلم فيها عن الجزء السادس أو الموسم السادس من مسلسل الكبير قوي دي مش هتبقى حلقة مراجعة بالشكل المعهود هي لو لازم نلاقي لها اسم يعني حنسميها العوامل اللي سهمت في إني أعوز أتفرج وأكمل الجزء السادس من مسلسل الكبير قوي وده بصفته المسلسل الرمضاني الوحيد اللي بتفرج عليه ومش المسلسل الرمضاني الوحيد اللي اديت له فرصة أنا شفت عدد من الحلقات من عدد كبير من المسلسلات ومفيش ولا مسلسل منهم خلاني عاوز أتابعه لأسباب اتكلمنا فيها كتير قوي ومش هو ده اللي جاي تكلم فيه النهاردة أنا حاولت أقعد مع نفسي كده وأفكر إش معنى المسلسل ده اللي عوز تتفرج عليه الإجابة الأوضح إنه كان بيدحكني بس مش هو المسلسل الكوميدي الوحيد اللي موجود فلما فكرت بشكل أعمق شوية طلعت بأيمة اللي بقدمها لحضراتكم النهاردة بصفتها أيمة العوامل اللي خلت المسلسل ده يتميز فعلا وأتصور إنه هو من أفضل المسلسلات الرمضانية في السنوات الأخيرة إن لم يكن الأفضل بكل تأكيد السنة دي طبعا حنتكلم بحرية حرق حاسس إن ده شيء بديهي بس قلت أوضحه برضو ولكن قبل ما نبتدي عاوز أشكر ADTV أب على رعايتهم للحلقة دي التطبيق المجاني الرسمي اللي ممكن تتابعوا عليه مسلسلات رمضان بابلو حيعمل إيه بعد ما تغلب عليه عالم الجريمة روح عبد الحليم حافظ حتوصل بعبد الحميد سرحان وأسرته لحد فين المال الحرام ممكن عقابه يمتد الكام جيل مسلسلات كتير كوميدية ودرامية جاي بحواديد من كل بيوت العالم العربي وأسئلة كتير مع اقترابنا من خط النهاية والإجابات كلها على ADTV أب اللي متاح على كل المتاجر لكل الهواتف الذكية وكذلك على كل التلفزيونات الذكية لأكبر وأفضل تجربة مشاهدة ولو بتقضوا وقت أكبر على اللابتوب أو الكمبيوتر مفيش أي مشكلة كل اللي موجود على ADTV أب موجود كذلك على موقع ADTV.ae تدخله على الموقع أو تنزله التطبيق تسجله حسابه وتتفرجه على طول مفيش أسهل من كده حلقات المسلسلات بتنزل على ADTV قبل أي مكان تاني ومع نهاية المسلسلات هتفضل كل الحلقات محفوظة للمشاهدة وقت ما تحبه فيالله نزله التطبيق حالا من اللينك اللي في الديسكريبشن العامل الأول اللي عاوز أتكلم عليه هو تشكيل وطريقة عمل فريق الكتابة بتاع الجزء ده الكتابة كلها تمت تحت إشراف مصطفى صقر ومحمد عز الدين اللي بيشغلوا نفس الدور أو دور مشابه من ساعة بداية المسلسل سنة 2010 ده مش أول موسم يشتغلوا ومعاهم فريق كتابة بس المرة دي طريقة الشغل كانت مختلفة شوية لأنهم رشحوا واختاروا فريق متميز من كتاب الكوميديا وعهدوا بكل حدوتة من حوادية الجزء ده لحد منهم وطبعا اللي كان بيتكتب كان بيمر بمراحل كتير من التطوير والتحسين مع حرص مصطفى صقر ومحمد عز الدين على التتابع العام للأحداث طريقة شغل ما هياش اختراع قوي بس في نفس الوقت ما هياش كلاسيكية قوي فيها كتير من الروح الأمريكاني الحديثة بس فيها حفاظ أكتر على حاجة تانية مهمة قوي تقاليد مسلسل الكبير والدروس اللي هم تعلموها من الشغل على ست مواسم ايه طريقة الشغل اللي ممكن توصلنا لأفضل شكل ايه عيوب التجارب السابقة وايه هي معادلات النجاح الأثر المباشر على المسلسل من وجهة نظري كمشاهد هو التنوع نكت ومواقف وإفهات جديدة وغير مكررة مش بس ما بين الجزء ده والأجزاء السابقة ده ما بين الحواديث المختلفة بتاعت الجزء نفسه بينما التمن بتاع ده كان التفاوت مش كل حاجة على نفس المستوى في حواديث وحلقات أنا محبتهاش خالص بس دايما وانا مش مبسوط بكون متأكد ان اللي انا فيه ده هيخلص وهمخش في اللي بعده وده يقودنا للعامل التاني في نجاح الجزء ده نمط الحلقات جماعة أنا مشكلتي الكبيرة مع كل مسلسلات رمضان هو النمط عدد الحلقات وزمن الحلقة المحدد مسبقا واللي على مدار السنين الأخيرة خلاني أفقد الأمل لأن فيه مسلسلات كتير في البداية كان باين أن عندها أفكار حلوة ولكن بنظرة سريعة للمستقبل بتبقى عارف هو هيعدي بإيه وحيخيش إمتى بس المسلسل الكبير متمرد على ده تماما هو عنده جزء آه 30 حلق آه لكن جواه عدد كبير من الحواديد وحواديد زمانها غير محدد مسبقا وده اللي أنا حبيته جدا فيه حدوتة تاخد حلقة حدوتة تاخد حلقتين حدوتة تاخد ثلاثة حسب اللي فيها واللي يطلع منها ابتدينا بمعاناة الكبير مع أولاده وبعدين حدوتت جوازه اللي في تقديري الشخصي هي الأفضل في الموسم كله وبعدين السبوف بتاع سكويت جيم وبعدين أنتوا عارفين الدنيا مشيت إزاي حبة فوق وحبة تحت بس الفوق كان جيد جدا ومتميز جدا لأنه لو جاز التعبير حر ده مش نمط جديد على مسلسل الكبير على فكرة هو بس كان مفقود شوية في الجزء الخامس وزي ما شرح لمصطفى صقرق المشرف العام على الكتابة للجزء ده اللي حصل في الجزء الخامس ما كانش مقصود كان فيه لخبطة وارتباك وضغط كان فيه وقت غير كافي كان فيه صفر وتعائدات أكبر الحدوتة بتاعتنا على أنها تخرج في شكل تلت فصول تقريبا وده ما كانش متمرد بالقدر الكافي وما كانش حر بالقدر الكافي وده برضو يقودنا للعامل التالت الجزء السادس من الكبير قوي من المسلسلات اللي خلصت بدري اشتغلوا خمس أو ست يام تصوير جوا رمضان بس وده أصلا كمان كان ممكن تجنبه فمن غير نباها قوي يعني كان عندهم وقت وقت يفكروا ويجددوا ويختاروا ويفضلوا ويكتبوا ويحسنوا ويشتغلوا على جودة المشاهد من جميع الزوايا وعشان كده طلعوا الجزء ده بالشكل الأقرب للي كانوا عوزينه من البداية مع الوضع في الاعتبار ان هم كان عندهم أفضلية عن باقي المسلسلات ان فريق العمل موجود ومتناغم ان طباقع الشخصيات وتاريخها تم إرساقهم من بدري وان التاريخ معرفهم من بدري قوي ايه اللي بينجح وايه اللي ما بينجحش والصراحة حتى الأيام اللي صوروها جوا رمضان كان لها فايدتها ان هم عرفوا يقروا من الحلقات الأولى ايه اللي جاب قوي مع الناس ويخلقوا له بعض لحظات الاستدعاء في الحلقات الأخيرة وكمان يخلقوا بعض الإشارات لمسلسلات واعلانات وأعمال أخرى بس اللي عجبني ان مساحة الأمانة اللي كانت متوفرة لصنع المسلسل دي دفعتهم للمخاطرة في جوانب أخرى والتوازن ده هو النقطة الرابعة اللي عاوز أتكلم فيها وبالتحديد على مستوى فريق التمثيل الشخصيات القديمة والشخصيات الجديدة نتكلم الأول عن الشخصيات القديمة هدرس وفزع وأشرف في مشهد يا جماعة بحبه قوي من فيلم تشاف بتاع جون فافرو مشهد بطله بالكامل هو داستن هوفمن كان بيقول فيه انت لو اشتري التذاكر لحفلة للرولينج ستونز وما لعبوش ساتيسفاكشن في الأغلب انت حتولع في المكان لازم تلعب أفضل أعمالك كبير مش في مظاريتها ماينفعش كبير من غير فزع ماينفعش جوني من غير هدرس ماينفعش بيت الكبير من غير أشرف ماينفعش عاوزنهم وعاوزنهم ياخدوا وقتهم كمان ويعملوا اللي احنا بنحبه التحدي اللي عليهم هو انهم يلاقوا هامش التجديد عشان يدوا للناس اللي هم عاوزينه وما يدفعوهمش لانهم يزهقوا منه لمؤاخذة مع الاندفاع كده كنت حنصة دكتور ربيع وكنت حأكد صمعت ان يمش حصانها مع بايومي فؤاد يا معانتو مش متخيلين قد ايه انا بحب بايومي فؤاد وقد ايه بحبه بالتحديد من دكتور ربيع بكل تأكيد واحد من الجريتست هيتس نسبة النجاح في الجانب ده بالتحديد في الجزء ده بالتحديد تكاد تكون مثالية طب المخاطرة بقى في الشخصيات الجديدة نفادي وتبازة والكبيرة فحت نجاح يا كاد يكون مثالي كذلك رغم انهم مش شبه اي شخصيات تانية وجايين عشان يبدأوا تاريخ جديد ممكن من خلاله في حال استمرار المسلسل لاجزاء قادمة يبقوا من الاطباء الرئيسية برضو صفات الشخصيات دي معقدة يا جماعة وفيها نسبة كبيرة من المخاطرة نفادي بيراهن على انه يدحكك من قد ايه هو دمه تقيل طب ازا شخصية بتدحك عشان بتنونه الكبيرة فحت دخلت بلازمة بتكررها من اول لحظة ظهرت فيها متخيلين لو حاجة من دي ما كانتش نجحت كان ممكن يحصل ايه وانا فاهم كويس قوي ان في حاجات من اللي انا قلتها داية فيه ناس ما انبسطتش منها بس انا اللي يهمني هنا المتوسط العام وبعد اذنكم يعني رأيي وانا مفيش اي حاجة من دي كان عندي عليها اي تحفظ يا خطي نسيت العطرة شخصية بدايتها كانت محيرة جدا كل الناس كانت مستعدة انها ما تحبوش بس رهان صناع المسلسل عليه كان في محله والحدوتة الرعب بتاعت الجزء ده كانت معتمدة عليه بشكل كبير واتصور انه هو كان اهم عوامل النجاح فيها وانا متأسف لكل الناس دي على اني جبتها باسماء شخصيتها في المسلسل مش باسماءها الحقيقية بس هما كمان لازم يستعدوا لانهم حيتعرفوا الفترة طويلة قوي بالاسماء دي وانا شايف ان دا شيء كويس جدا طبعا وبكل تأكيد منستش احمد ميكي احمد ميكي هو عنوان العامل الخامس لوحده وبالتحديد في شخصية الكبير قوي لانه في الجزء ده قدم لها اعادة انعاش مش تجديد كبير لا في الشكل ولا في الطباع ولا في طريقة الكلام هي بس حقنة حيوية من الحجم الكبير ضمنت له تفوق واضح حتى على نفسه وهنا انا بقصدها حرفيا طبعا لانه جوه الاحداث بيجسد شخصية جوني وشخصية حزلقوم وانا ادعي ان فرق الجودة في الجزء ده بالتحديد كبير قوي مش لان شخصية جوني وشخصية حزلقوم بقوا وحشين بالعكس هما كمان من عوامل نجاح الجزء ده جوني من عوامل نجاح الجزء ده بس الفرق المرادي كبير شخصية الكبير قوي افضل بشكل واضح حابين نشوفها اكتر وحابين نقضي معها وقت اطول في اللحظات اللي هي فيها صحبة النكتة وفي اللحظات اللي هي فيها انعكاس النكتة وده تلعب عليه بديناميكية مارنة جدا في الجزء ده خصوصا في المشاهد اللي ما بين الكبير قوي والشخصيات القديمة بحس انهم بقوم بيشتغلوا وهم سايبين ادهم يا جماعة حاجة كده شبه هجوم برشلونة ايام التيكي تاكا ده هيأسست الداو يتحرك وياخد مكان ويستنى الكورة ويا له ويانا ميكي مش فنان بلا اخطاء يا جماعة برضو حبة فوق وحبة تحت المرة دي احنا في نقطة الفوق قوي بكل تأكيد واتمنى انه في المستقبل القريب يلعب كروته صح اتكلمنا عن فريق الكتابة واتكلمنا عن الممثلين كلهم تقريبا نفادي قوي اللي انا عملتها دي ماينفعش ننسى المخرج احمد الجندي اللي علاقتي بيه من ساعة ما ابتديت اعمل حلقات فيلم جامد ممكن يتقال عليها ويبقى غلطان جدا اللي ممكن يتخيل اني ما بحبوش بس هو كمان حبة فوق وحبة تحت وطالما احنا دلوقتي فوق فلازم الراجل ياخد حقه استغلال مثالي للوقت اللي اتيح للتحضير للجزء ده الاحداث اللي ترسمت مسهلة حاجات كتير تعالى بقى نبدع فيها فافكار المواقف فافكار الملابس فافكار الدكور فافكار الخدع فافكار البروبس والادوات اللي تم استخدامها في الحاجات اللي بتحسس المشاهد بان الجزء ده مصروف عليه ولو ما كانش فعلا مصروف عليه فعلى الاقل تعمل بعناية فيه فريق فني وطقني على مستوى الانتاج ابدع في الجزء ده وبتحية احمد الجندي فاحنا بكل تأكيد بنحييهم كلهم ونحييه هو بشكل استثنائي على ادارة المشاهد بهدف الكوميديا اولا واخيرا واتمنى دايما يفضل هدفه الاساسي طالما العمل اللي احنا بنتكلم عليه عمل كوميدي ايه فتكرتوني حنصة مربوحة؟ مربوحة دي موال وحدها وعامل لوحده كأنجح شخصية كوميديا شفتها من ساعة على قد ما نفاكر يعني انا كنت عاوز اقول ان مربوحة كسبت سباء مسلسلات رمضان السنة دي من ساعة حلقة الدخلة وعلى فكرة لو ما كانتش قدمت اي حاجة تانية من بعدها كان حيبقى كفاية بس احنا دلوقتي وصلنا للحلقة 27 وهي بكل تأكيد مش بتضحك وهي صاحبة النكتة بتضحك وهي نعكسها ووصلت لدرجة انها بتضحك وهي مش موجودة في الحلقة بتاعت خنائة حقوق المرأة ومركز الشباب كان فيه افت لعب للحظات بسيطة على فكرة ان مربوحة لما شافت الكبير قوي جاي اختفت اختفت يا جماعة مش موجودة الفكرة لوحدها وهي مقترنة بمربوحة دحكتني جدا رحمة احمد يا جماعة ممثلة شكلها ما بيدحكش مش زي اغلب الممثلات الكوميديات اللي ظهرت في مصر في الفترة الاخيرة اختيارها ما تمش عشان شكلها اختيارها تم عشان امكانياتها امكانيات في التكسيد وفي التعبير امكانيات حركية متميزة جدا وتحدي من اصعب ما يمكن دي جاية تاخد مكان هدية كمان مرة عارفين لو دي الجمهور ما تقبلهاش ايه اللي حيحصل مربوحة هي اول نسمة هواء منعش يعدي على التلفزيون الرمضاني من ساعة برضو معا قد ما نقدر افتكر وبكل تأكيد بعد ما كنت فقدت الامل من ان اغلب الفرص دلوقتي بقت محفوظة لاصحاب الاسماء الثلاثية واللي بيعرف يفلت وياخد فرصته ما بيلاقيش اللي يراهن عليه رهان كبير فتحية لرحمة احمد وتحية لكل اللي اداها الفرصة دي ولو انتوا كنتوا عارفين من البداية ندارة رهان مضمون فبرافو عليكم كمان مرة يا جماعة الجزء السادس من الكبير يفرق عن اي حاجة تانية بشكل واضح ويخليني اقول رغم مشاكلي الكبيرة مع الموسم الرمضاني ان على ما يبدو لسه في امل انا كده قلت كل اللي عندي والكورة بقت في ملعبكم شاركوا معنا في التعليقات وقولوا ايه اكتر الحاجات اللي عجبتكم في الجزء ده وايه الحاجات اللي حابين انها تتحسن لو المسلسل كمل بعد كده ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكليكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي